مدينة الرمادية التي تحررت مؤخرا من قبضة داعش شهدت وصول 3000 مقاتل من أبناء الحجد العشائري تم توزيعهم في مناطق البفراج والجريش والزوية وطريق البذياب القديم شمال المدينة إلى جانب تواجد قوات الجيش في تلك المناطق لمسك الأرض والمشاركة بعملية تحرير جزيرة الرمادي في حين شرعت قوات أخرى برفع العبوات الناسفة من الطرق ومعالجة المباني التي فخخها داعش وتنفيذ عملية تفتيش واسعة للمناطق السكنية المحررة في الرمادي لضمان خلوها من العناصر المسلحة الحكومة المحلية في الأنبار أكدت أن القوات الأمنية فتحت ممرات آمنة واخلت 400 مدنيا بينهم نساء وأطفال كانت تنظيم يحاصرهم داخل الرمادي وتم نقلهم إلى المجمع السياحي بمدينة الحبانية مع توفير جميع مستلزمات الإغاثة ومع كل هذه التطورات فأن مصادر أمنية تحدثت عن تقدم القوات الأمنية مدعومة بغطاء جوي نحو الفلوجة من محاور عدة بهدف تطهير المناطق المحاذية لنهر الفرات والمحيطة بالمدينة في وقت أكد فيه جهاز مكافحة الإرهاب أن الطوق أصبح محكما أكثر على الفلوجة من السابق بعد تحرير الرمادي حيث تشير المعطيات إلى أن معركة تحرير الفلوجة قد لا تأخذ وقتا طويلا خصوصا مع استياء أهالي المدينة من ممارسات التنظيم والتي كان آخرها اندلاع اشتباكات مسلحة بين الأهالي وعناصر التنظيم بعد منعهم من الخروج من المدينة ترجمة نانسي قنقر